اهلا فيكم برج العقرب رح نشوف شوية توقعاتك العاصفية من وقت مشاهدتك للفيديو الى اخر شهر القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتعامل مع برج العقرب ممكن تحس ان بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون قريبة من طاقتك او مشابهة لطاقتك طبعا نتلقي ما نخد من الفيديو او خد من القراءة الشي اللي بتحس ما ممكن تستفيد منه وترك الاشياء اللي بتحسها سلبية لانه قراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع فاخد ممكن يكون فيه بالفيديو رسالة او اشي معين ممكن تستفيد منه فاخد من القراءة فقط الاشياء اللي بتفيدك واترك الباقي اه رح نبلش بطاقتك اول بعدين رح نجو بطاقة الحديب طاقة الشريك خطواتك فيه المستقبل وخطوات الشريك ايضا فيه المستقبل ومصير العلاقة بينكم كيف ممكن تنتهي العلاقة بينكم يعني التطورات بينكم بعدين رح نشوف اذا فيه اي اشي بحتاج الى التوضيح رح نسحب كروت توضيحية لحتى نوضح هالاشي طيب اه بنبلش اول اشي بكروت النصيحة اللي اجتك يا برج العقرب اغلبية الابراج عم تجي لها تقريبا نفس الرسائل انه ركز على الاشياء اللي بتحبها اذا في عندك هوايات ابتعدت عنها ركز على هاي الاشياء اكتر لي هالشهر اذا في عندك جروح من الماضي او مريت بي علاقات فاشلة او علاقات ما نجحت مع اشخاص اشي اللي ممكن يساعدك هو الاشي اللي انت عم تبعد عنه حاليا اللي هو اه 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 اشي اللي انت خايف منه حاليا وعم تبعد عنه هو الاشي اللي ممكن اه يساعدك لانه انت انت حاليا عم تراجع اختياراتك عم تراجع قراراتك عم تفكر كتير وتعيد وتزيد بالتفكير ولكن لسه عالق في نفس المطرح يعني لسه عم تفكر في نفس المطرح خلص فكرت بالموضوع وصلت الى استنتاج صار هلأ الوقت انك تاخذ قرار او تاخذ الخطوة اه اه او الخطوة القادمة فقط اه خلي الاختيارات او القرارات اللي بتختارها تكون بالفعل صادقة للاشي اللي انت بتريدها ايضا ايضا بدك تحاول تخلي تفكيرك ايجابي اكتر شوي لانه في اشيه كنت عم تشتغل عليها انت بهدوء او بسرية في اشيه انت كنت عم تساويها خلف الكواليس و هلأ صار الوقت انه في اشخاص بحياتك حاليا عم تركز عليك او عم تلاحظك بمعنى انه بالفترة القادمة ممكن تمر بي او ممكن رح يجيك عروض حب من اشخاص معينة في او ممكن رح يصير في او في حدا رح يفتح عينه عليك في الاصح لانه يعني انت برج العقرب ما بتحب انت مش برج الناري يعني طاقتك مش دائما لبره بتظهر دائما بتحب تكون كتوم تخلي كل شيء في داخلك تحل حساباتك في داخلك ولكن في اشخاص حاليا ممكن شخص او ممكن حتى عدة اشخاص عم تركز عليك او فتحت عيونها عليك او في حدا حاليا عندك ممكن معجبين حاليا عم يحاولوا انهم يتقربوا منك يا برج العقرب طب هاي كانت بالنسبة لكروت النصيحة بالنسبة لطاقتك كل حاليا برج العقرب عم تمر بفترة لانك عم تفكر كتير عم تعيد بحسابات عم تمر بفترة تشويش عم تحس حالك مربوط عم تحس حالك مربوط ومقيد بين اختيارين او بين شيئين في عندك شخصين او في عندك شخص والعمل عم تحس انه انت مربوط ممكن العاطفة عندك صعب انك توفقها مع العمل او في جهة بتأثر على الجهة الاخرى العاطفة بتأثر على عملك على جوانب حياتك الاخرى وجوانب حياتك الاخرى والعمل بيأثر على الحياة العاطفية عندك يا برج العقرب وانت عم تمر حاليا بفترة تشويش عم تحس انك مسجون في السجن العقلي في داخل نفسك ممكن يكون في عندك فكرة او يكون في عندك شيء او يكون في عندك امنية او اختيار ولحد هلأ صعب عليك انك تحققه او صعب عليك انك تاخد القرار ليسه عم تفكر وتعيد وتزيد التفكير عم تحاول توفق بين شيئين من نسبة لطاقة الحبيب او طاقة الشريك عم شوف انه في عندك ممكن يكون حبيب جديد او ممكن يكون اكس او حبيب قديم في شخص بحياتك حاليا بده يقدم لك عرض حب او في عنده عرض حب صغير بده يقدمه لك الشخص اللي انت عم تتعامل معه عم يدرس كتير عرض الحب اللي بده يقدمه لك ممكن يكون ايضا في بينكم فرق بالسن ممكن تكون انت اكبر من هالشخص او ممكن تكون عقليا انضج من هالشخص الشخص اللي انت عم تتعامل معه بيحب يركز على التفاصيل الصغيرة كتير يعني هو عرض الحب تبعه او ممكن هالشخص بده يحكي معك ولكن عم يدرس الكلمات او عم يدرس الطريقة اللي بده يحكي فيها معك لانه مع انه شخص مع انه في عنده عرض حب الى انه في ايضا عندك اوراق ترابية ترابية واوراق هوائية يعني هالشخص بيحب يدرس الحديث قبل ما يحكي فيه او يفكر او ينطقي كلماته قبل ما يفكر فيه وايضا بيحب يركز على التفاصيل الصغيرة انت ايضا يا برج العقرب بتركز على التفاصيل الصغيرة ولا ما كنت رح تكون بيها المطرح المطرح انك الا لو انك بتعيد وتزيد بتفكر كتير بتحلل كتير برج العقرب وتحليلك بيكون بينبع عن عاطفة او بينبع عن مشاعرك الداخلية فهالشخص ممكن انت طاقتك ايضا اثرت على هالشخص لانه عم شوف هو في عنده شوي نوع من التخوف انه ما بده يحكي اي اشي حي الله او يكون عرض عفوي او يقترب منك يحكي معك بطريقة عفوية جدا لانه بيحس انه ممكن انت تحكم عليه ايضا لانه في بينكم بطاقة المشتركة بينكم six of ones معناته في بينكم حدا او طرف بيشوف العلاقة او بيشوف التواصل اللي بينكم اه على انه تنافسي شوي او بدك تطلع منتصر انت من هالتواصل وهو ايضا بده عم شوفك انت في وضعية اه انرجتك يعني بطاقتك انت انت بوضعية الهجوم مع انك ممكن تكون مش عم تاخذ اي قرارات حاليا ولكن بطاقتك بعقليتك عم شوفك انت اللي اكتر dominant او اكتر متحكم بمسار هالعلاقة وعم شوف الشخص الاخر عم يحاول فقط انه يحمي او انه يصد او انه يحافظ على مركزه بالعلاقة معك فعرض الحب اللي بده يقدمه للك او حتى اعتراف او بالحب عم يدرسوا هالشخص كتير منيح بالنسبة لخطواتك في المستقبل برج العقرب عم تمر بخيبة امل خيبة امل عاطفية عم تحس انه في اشي انت خسرته بعواطفك بمشاعرك انت حاليا كتير مشوش ممكن تكون عم تحس ايضا انك خسرت شخص فبالمستقبل عم شوفك دفاعي اكتر ولكن يعني كتير رح يكون وضعك بصراحة كتير متقلب لانه اذا بدك تشوف الاوراق اللي طلعت عندك بخطواتك بالمستقبل عندك الرضا النفسي وعندك او انت عم تاخد موقف بدك تحافظ على موقفك وباني يسور حولك او يعني في عندك نقطة مش مستعد تتنازل عنها وايضا عندك خسارة عاطفية وعندك احساس بخيبة امل من الوضع العاطفي فرح تمر بتغيرات او بتقلبات بالمزاج بالمستقبل رح تمر بتقلبات مزاج كتير عالية وكتير واطية يعني من فترة رح تحس بالرضا العاطفي رح تيجي عليك فترة رح تحس بالرضا العاطفي وفجأة ممكن ينقل بالوضع تحس بخسارة عاطفية او تحس انك غير راضي نفسيا انه الورقتين هدول كتير مختلفات عن بعض ممكن ايضا الاشي اللي واقف بطريق ساعاتك العاطفية هو انه انت باني سور حولك او فيه او كتير عنيد بانك تثبت نقطك ما فيه ليونة برج العقرب ما فيه عندك ليونة بالمستقبل عم شوف انه اذا فيه شريك او اذا فيه حبيب بالمستقبل او اذا تقدم للك عروض حب بدك تفكر انه الاشي اللي ممكن ما ينجح هالعلاقة من طرفك انت انه انت كتير دفاعي او كتير منغلق على حالك وما بتسمح لحده بيخوت على حياتك او على طاقتك بالنسبة لخطوات الحبيب المستقبلية الحبيب عم شوفه عم يفكر معك بصراحة هو نظرته ايجابي اكثر من نظرتك يعني عم شوفه هو على الجانب الايجابي اكثر ممكن تكون عم تتعامل مع برج ناري برج مائي برج ترابي الى انه فيه عنده تفاعل اكثر بالعلاقة بينكم الضرف او الحبيب اللي عم تتعامل معه عم يطمح الى او عم او بده ارتباط بده التزام بده العلاقة من انه تكون كاجول الى انه يصير فيها نوع من الجدية او اذا العلاقة جدية بده يرتقي الى خطوبة او زواج للبعض منكم ولكن هالكرت بيرمز الى انه هالشخص بالمستقبل عم يبحث الى استمرارية الى ثبات الى اشي جدي ايضا عنده فمن ناحية التواصل عم شوف انه هو صادق رح يكون صادق معك لانه فيه نوع من الانسنس فيه نوع من البراءة بها الكرت وفيه نوع من السعادة الاوبتز التفاعل بالوضع بينك وبينه فهالشخص عنده تفاعل بالوضع بينك وبينه بيحس ايضا انه هو على الجهة الروحانية مربوط فيك مقيد فيك وممكن ايضا انه هالشي عم يسبب له هو اه ما Elezone شوي توتر او شوي قلق لانه بيحس انه مربوط فيك ايضا ممكن هالشخص يكون منجذب لاغ بخر tao بطريقة جسدية كتير عالية لأنه فهالشخص في عنده شغف أو عنده عش اتجاهك أو بيفكر فيك وانتو مش مع بعض هالشخص بيفكر فيك كتير وبيحس انه انت دائما بعقله فبيحس انه مربوط فيك روحانيا لأنه نظرته مش يعني ما عم شوفه انه هو ممكن هو بيسبب له الوضع قلق لأنه بده ينتهي معك باشي باشي مستديم أو اشي ملموس ممكن ايضا لأنه في بينكم الطاقة المشتركة بالمستقبل the empress card the empress بتحكي عن empathy عن تعاطف مع الوضع ففي بينكم تعاطف مشترك مع الوضع بس ما فيه اي حركة سريعة بينكم او اي اي خطوات مباشرة حاليا هم شوف انه انتو هو متحفظين اكتر على مشاعركم بالوقت الحالي بس هو مبين انه بيفكر فيك كتير ومه هو اللي منجذب اليك بطريقة جسدية كتير عالية وانت عم تحس انه مشغول بتفكيرك الداخلي فيه كتير اشي بتحس فيها حاليا عم تحاول تراجعها تفكر فيها طيب بدنا نجوك بالمستقبل هل رح يصير فيه خطوات اقتراب بينكم هل رح يفكر فيك هالشخص تواصل معك طيب في عندك في عندكم جدية بالعلاقة رح يكون ولكن في عندكم ايضا اسرار بالعلاقة في اعتراف رح يصير هون لانه عندك كينغوف سورد شخص صادق هالشخص السورد هي بدلة الحكي او الكومينيكيشن فهالشخص او الطاقة المشتركة بينكم في المستقبل فيها نوع من التواصل رح يصير يعني فيه تواصل رح يصير واغلبيت هالتواصل رح يكون فيه كشف عن الاسرار او كشف عن الخفايا لانه دمون كارد بيحكي عن الوجه الاخر الاشياء المخباية المشاعر اللي منحك فيها فاغلبية التواصل اللي بينكم رح يكون عن كشف لمشاعر سواء كان انت او سواء كان هو انت بتعرف وضعك فين من القراءة فتواصل اللي بينكم رح يكون فيه كشف عن الاسرار ورح يؤدي الى انه انتو رح تنظروا الى الوضع بطريقة جدية اكتر او التواصل بينكم العلاقة بينكم بطريقة جدية اكتر لانه فيه تواصل واغلبية التواصل مثل ما حكيت لك حيكون فيه اعتراف فممكن هالشخص يعترف لك بانه بده علاقة معك او ممكن انت تعترف لهالشخص بشو الاشياء اللي انت عم تحاول توفق بينها او ممكن انت تحكي له للبعض منكم انه في عندك طرف اخر وفي عندك مسئوليات اخرى في عندك انشغالات اخرى فيه تواصل صريح رح يصير بينكم في المستقبل او مستقبل امشور